كان صرحاً من خيال فهوى مسرح بغداد لم يكن أكثر المتشائمين في الماضي يتخيل أن ينتهي الحال بمسرح بغداد الذي كان منارة للفن والثقافة مكباً للنفايات وهو الذي شكلت عروضه ملامح الحداثة في المسرح العراقي الحديث كل ما أفوت أبقى أباو أتخيل يوسف العاني وأقف هنا أتخيل قاسم الملاك وأقف كان يشتساهم كان بداياته أتخيل أغلب الفنانين الرواد يعني أتخيلهم وأن يوقفون وأن يتذاكر ويوزعون الفولدرات للمشاهدين بديهم يعني واقع مؤلم يواجهه العراقيون في كافة المجالات واقع ينعكس بأقصى صوره على المشد الثقافي إذ تنشغل الحكومات المتعاقبة منذ الغزو الأمريكي بصراعات قواها على السلطة وبتكالب سياسيها الفاسدين على تحصيل المكاسب الحزبية ونهب ثروات الشعب الثقافة بالوقت الحاضر دون المستوى المطلوب والعتب على اليمن عتب على وزارة الثقافة المفروض تعيد هذا التراث الأصيل إلى بغداد لأنه يمثل واقع ثقافي للمجتمع العراقي مسرح بغداد مهمل دون المستوى المطلوب وبحسب فنانين عراقيين فإن هؤلاء الطارئين على العراق منذ الغزو الأمريكي سيمرون كما مرت تتار وهلاكو وسيبقى عراق الثقافة والفن والحضارة عراق الحرية وكرامة الإنسان